اهلا بكم من جديد الحدث بالتأكيد بيفرد نفسه والحدث هنا هو المؤتمر الاقتصادي مصر عشرين اتنين وعشرين ولبتنظم الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 الى 25 اكتوبر عشرين اتنين وعشرين بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وده لمنقشة اوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بيستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية او زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري هيكون دلوقتي حورنا حول تمكين القطاع الخاص واللي هيكون على رأس جلسات المؤتمر كما سنناقش ايضا السياسات وتدابير اللي بتتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحيادة التنافسي وذلك مع ضيفي دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك يا دكتور ويعني خلينا نبدأ باهمية ودلالة وتوقيت يعني عقد مؤتمر مصر الاقتصادي المؤتمر اعتقد انه خطوة مهمة جدا يكفي ان احنا هذا المؤتمر الهدف منه الاساسي اعادة توجيه البصلة المصرية للاقتصاد المصري الاقتصاد المصري في مجموعة من الصدمات العالمية حصلت من اول كوفيد ناينتين في عشرين عشرين ثم الاذمة وسائل الاوكرانية وبالتالي كان هناك مجموعة من الاذمات العالمية اثرت بالطبيعة على وضع الاقتصاد المصري واقتصاد العالمي ككل واصبح هناك بعض المعوقات والتحديات والمشاكل اللي موجودة فيه معظم القطاعات الاقتصادية المصرية فجاءت الدعوة الكريمة من رئيس عفتاح السيسي ان يكون فيه مؤتمر اقتصادي يشارك فيه الجهات المعنية سواء كانت الغرف التجارية المجالس التصديرية وغيرها من الجهات المعنية وايضا الحكومة المصرية والمستثمرين ورجال الاعمال ودول المهمين اللي هما هيقولوا ايه المشاكل الاقتراحات والحلول من وجهة نظرهم بعض الاقتصاديين والخبراء ومراكز البحثية اللي هنكون منهم موجودين باذن الله الهدف من كل ده ان يكون هناك صياغة لوضع الاقتصاد المصري وضع حلول وقاليات لتنفيذ السياسات جديدة مبتكرة عشان اخرج من الازمة الاقتصادية هل نحن عندنا ازمة اه اه ازمة نتيجة ازمة عالمية عندنا ازمة في تدخم في تدخم تجاوز ال 15% عندي ازمة في فجوة تمولية نقص الدولار ونقص الحصيلة الدولارية بسبب السياحة اللي كان بتجلنا من روسيا وقانيا وبعض القطاعات الاخرى وزيادة وارتفاع الاسعار الخارجية ومصر دولة مستوردة بطبيعة الحال فاتورة استرات 70 مليار دولار وبالتالي عندنا ازمة طيب ان هذا الحلول المقترحة هناك كثير من الحلول المقترحة هيتم من قشيتها في هذا المؤتمر لكن اللافت للنظر وده مهم نجيب عنه ان هذا المؤتمر فيه حاجتين يخلونا نتفائل خيرا بهذا المؤتمر واحد ان الدعوة جاءت من رئيس الجمهورية رئيس عفتاح السيسي وبالتالي هناك حرص منه وارادة سياسية حقيقية لحل المشاكل الاقتصادية في مصر ووجود صياغة للشكل الاقتصادي المصر نقطة تانية دولة رئيس الوزراء عندما تحدث عن المؤتمر وعن الجدول الخاص بالمؤتمر جاء في اليوم الاخير اللي هو بإذن الله يبقى يوم السلساء هيكون هناك خارطة طريق اللي هو وضع الحلول الاقتصادية والاقتراحات والتشراعات والتعليمات اللي هيكون من شأنها ان يكون معالجة لكافة المشاكل الاقتصادية المصرية نحن عندنا مشاكل في التصدير وموجود مجالس التصديرية تحدثت عنها موجود في مشاكل أيضا في عملية الاستراد أيضا في عملية الاستثمار وتسهيل الإجراءات والمستثمرين كل هذه المعوقات هيتم طرحها هيتم وضع آلية للحلول فإذن عندنا الموضوع ليس فقط هو مكلمة اقتصادية لكن هو حلول جذرية للمشاكل إذن هو إعادة توجيه البصلة الاقتصادية المصرية لوضعها صحيح يتماشى عشان يعني الصدمات اللي حصلت على مستوى الاقتصاد العالمي إن احنا خلال الفترة الماضية الحمد لله كان فيه حلول لبعضها لكن النهاردة محتاجين حلول جذرية لكثير من المشاكل الاقتصادية فبنتفق الخيرا بهذا المؤتمر اللي يكون يعني داعم لذلك إن شاء الله طيب خليلا نتكلم عن أجندة المؤتمر اللي بتتضمن يعني العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة يعني خلينا نقول إن فيه ثلاث مصارات أساسية فيه بيشمل مصار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المصار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال السؤال هنا إيه اللي بيعكسه اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وحرصها على إنه يكون شريك التنمية المستهدفة يعني بخطة الدولة ورؤيتها عشرين ثلاثين الدولة المصرية ارتقت إن القطاع الخاص لابد أن يزيد مشاركته في حجم الاستثمارات السنوية اللي بيتم دعمها مصر خلال السنوات الماضية كان مساهمة القطاع الحكومي وقطاع الدولة عامة كان أكبر في عملية الاستثمار الداخل اللي بيتم لكن ده كان ليه موضود أو ليه أسبابه أسبابه إنه إحنا بيتم عمل مشروعات قومية كبرى لا يتحملها القطاع الخاص من ناحية التكلفة وأيضا إنه عوائدها الاقتصادية والربحية مخافضة وبالتالي القطاع الخاص لا يسعى إليه وبالتالي إنه هذا بعد نفاد مجموعة كبيرة من المشروعات القومية سواء كانت مشروعات البنية التحتية مشروعات الطاقة مشروعات الثروة السمكية السورب الزراعية كثير من المشروعات المتعددة المتنوعة بدأت الدولة تقول أنا والله حجم الاستثمارات السنوية عندي 65% منه بتقوم بيئة الدولة أو الحكومة متمثلة في الموازنة العامة بتتحمل جزء والهيئات الاقتصادية بتتحمل جزء و35% فقط من حجم الاستثمار بتتحمله أو يقوم بيئة القطاع الخاص ولما نتكلم عن القطاع الخاص هو القطاع الخاص المحلي والخارجي اللي هو الأجنبي فقالت إن إحنا لابد وده الصح إنه يتغير الهيكل إن يكون الهيكل 65% بقى نوجع بقى للوضع الصحيح ده أي دول العالم إنه 65% أو 70% يدير القطاع الخاص باعتباره قاطرات تنمية يدير الاقتصاد بشكل أفضل وبشكل أسرع وبمعدلات ربحية أعلى لأنه هيشغلي معدلات تنمية ومشغلي عمالة وتقليل معدلات البطالة وده مهم وإن الدولة خلاص قامت بالدور الواجب عليها من مشروعات بنية تحتية ومشروعات أساسية كانت بتحتاج إليها الدولة في السنوات الماضية فإذن هناك تمكين أو بداية لتمكين القطاع الخاص طيب ده يتأتى من إيه؟ من خلال حاجتين دعوة رئيس الوزراء اللي ما يطلق عليه وثيقة سياسات ملكية مصر ودي كانت مهمة جدا أنه يتم وضع المشروعات أو القطاعات التي تشابك وتساهم فيها الدولة بشكل واضح ويتم تحديد المواعيد التي تخرج منها الدولة من هذه المشروعات في مشروعات تتخرج منها الدولة خلال ثلاث سنوات أو قطاعات وتطرق هذا القطاع بأكمله دي القطاع الخاص هو يجل ويبحث فيه ويقوم بعمل المشروعات فيه وفي قطاع آخر هيكون هناك مشاركة ومساهمة فيه بس بحد أكثر من 25 إلى 30% وفي قطاعات تمس الأمن القومي المسى زي بنكلم على استراد الأقنح من الخارج بنكلم على استراد السلع الاستراتيجية استراد الأدوية ودي هتكون الدولة هتقوم بها فراء كانت عملية تصنيع أو عملية استزراع داخلي أو عملية جلب أو استراد من الخارج وبالتالي هنا هيكون إجابة واضحة للمستثمرين اللي كان بيقولك أنا مش أقدر أدخل في منافسة مع الدولة النهاردة لا الدولة قالت والله أنا كافة القطاعات الموجودة أنا هتخرج منه ودي وصيقة ملكية مصر أنا هوضح إيه هي القطاعات لنا فيها وهتخرج منها والمدة الزمني فده بيدي شفافية للوضع الاقتصادي بيدي فعلا إرادة حقيقية لدى الدولة أنها تتخرج من هذه المشروعات وتتركها للقطاع الخاص وبالتالي يزيد تمكين وزيادة حجم القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد المصر وده اللي احنا كلنا عايزينه أن الدولة تبدأ تتحرك من خلال قطاع خاص الدولة تقوم إدارة الإدارة العامة وضع القوانين وضع الضوابط ولكن تفعيل المشروعات على أرض الواقع أنا الأوان أن يكون للقطاع الخاص حجم أو مساهمة كبيرة فيها طيب يبقى لما نتكلم عن الاستثمار ونتكلم كمان عن تعديلات التشريعية والقانونية كمان أعتقد أن ده مهم بحيث أنه نقدر نحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذا المجال طبعا إحنا القوانين بدأت أولا مصر لديها مجموعة قوانين متميزة في مجموعة قوانين الاستثمار منها قانون 72 لسنة 2017 قانون الاستثمار وأيضا عندنا قانون 15 بقعده 2017 الخاص بهيئة التنمية الصناعية والتراخيص وتم تعديل مجموعة من القوانين ذات شركات الأموال والإفلاس وقانون سوق المال لكن الأهم من القوى عفقة أيضا من ضمن القوانين اللي تم تعديلها هو إتاحة المساحة أو زيادة المساحة المشاركة ما بين القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص وتغير القانون فيه منذ في آخر 2021 وكان هذا التعديل هدف منه أن العلاقة ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص ليست فقط أيما على بعض المشروعات تم زيادة المساحة في هذه المشروعات يعني يكون فيها مشروعات تعليم مشروعات سياحية مشروعات خاصة بالصحة وبناء المستشفيات وكثير من المشاركة أو كثير من المشروعات اللي هيكون فيها مشاركة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص طيب لكن الأهم من القوانين أنا مش عايف تعديل القوانين بقدر ما هو تعديل اللائحة التنفيذية بالقوانين لأنه النهار دي عشان نجي نتكلم عن تعديل القوانين هذا يحتاج إلى مجلس النواب وهذا يحتاج إلى تشريعات جديدة ويحتاج إلى تعديلات دي يعني تستمر معنا على الأقل من 60 إلى 90 يوم والقوانين المصرية جيدة يعني محتاجين تشريعات مؤسسة وتشريعية بالضبط لكن أنا محتاج تشريعات أو لائحة تنفيذية موجودة ودي بيقوم بها الوزير المختص أن يكون فيها مجموعة من التعديلات تتيح حركة وحراك اقتصادي أفضل مما هو عليه إحنا محتاجين تسهيل إجراءات الترخيص للمصانع بدل ما هي النهاردة بتمتد لستة شهر لأ هلتفن بالقانون قانون 15 بيقولي بحد أقصى 30 يوم يبقى أنا عندي لائحة تنفيذية تصدر أن أي موظف حكومة يعطل الأوعاء ويعطل المستندات أكثر من هذه المدة يعاقب وأن أنا أمنح الترخيص كمصنع أو كصاحب عمل فيه خلال المدة لا تزيد عنه يبقى تفعيل للقانون نفس الكلام في قوانين الاستثمار أنا عندي أنشطة خاضعة للاستثمار وخاضعة لبعض المزايا المعلنة أنا في القانون أنا محتاج تفعيلها على أرض الوقت إذن نحن نحتاج تعديلات بتعليمات تعديلات بلائحة تنفيذية يقوم بها الوزير المختص لكن فكرة أن أعدل الأمبريل أو المظلة الخاصة بالقوانين في الوقت الحالي أنا مش محتاج لها لأن أولا هتعطل الوقت بالنسبة لي كدولة وللمستثمار لأن المستثمار النهاردة إحنا عندنا حالة من التفاؤل الكبيرة جدا ويمكن دي أنا لمسها على أرض الواقع من كافة المستثمين وأصحاب الشركات بما سينتج عنه هذا المؤتمر المؤتمر الكل بيتفاؤل به أنه هيكون هناك حلول للمشاكل الاقتصادية ومشاكل المستوردين ومشاكل المصدرين ومشاكل المصنعين والحصول على الأراضي بإجراءات أكثر تيسيرا وأكثر سهولة وبالتالي أنا محتاج بعض التعديلات الخاصة باللوائح وبتعليمات أكثر من التعديلات في القانون نفسه طيب عايزة أتكلم كمان عن بعض الأرقام يعني فيه تقرير حكومي بيقول أن مساهمة القطاع الخاص بتمثل حوالي 72% من الناتج المحلي الإجمالي وبيوفر فرص عمل بنسبة 78.4% كلمنا عن دلالة الأرقام دي يا دكتور هو الناس خلطت ما بين أمرين وكويس إن حالك سئلت السؤال ده مهم جدا عندما تحدث دولة طائس الوزواء أن الاستثمارات القطاع الخاص تمثل 35% والقطاع الحكومي 65% الناس ظنت أن حجم الاقتصاد الحكومي في مصر يمثل 65% لا هو المقصود به أن حجم الاستثمار السنوي الذي بيكون موجود بيتقوم بالدولة من مشروعات سنوية هو في حدود من 500 إلى 600 مليار بيساهم الكطاع الخاص فيه بحوالي 200 والحكومة تساهم ب400 ده خلال 3-4 سنوات لكن حجم الاستثمار في مصر وحجم المشاركة ولو جينا قسمنا كده الكطاع الخاص يمثل إيه والقطاع الحكومي يمثل إيه لا الكطاع الخاص في مصر 78% الكطاع الحكومي 78% يعني الشركات لو مسكنا كافة الشركات في مصر وشفناها نجد 78% منها هي ملك القطاع الخاص والأفراد والشركات اللي هما القطاع الخاص والحاجات التابعة للدولة والمؤسسات التابعة للدولة تمثل 22% فقط ده بأقصى رقم تأدير وإن كانت أقل من ذلك طب أنا النهار ده بتحدث عن 78% وهذا 78% له حجم القطاع الخاص ليه بودوا؟ لأنه 98% أو 95% تحديدا من مشروعات والشركات الموجودة في مصر هي شركات تعتبر صغيرة متنهية الصغيرة ومتوسطة ودي بيملكها القطاع الخاص وبالتالي حجم القطاع الخاص في مصر كبير والقطاع الخاص بيشغل العمالة النهار ده بتزيد يعني لو كلمنا عن حجم العمالة في القطاع الخاص القطاع الخاص بيشغل العمالة تكاد تكون توصل لـ 80% من حجم العمالة الموجودة يعني النهار ده لو بصينا على حجم القطاع الذي يعمل أو النهار اللي بتعمل في مصر هنجد أن الحكومة 5.5 مليون ودول مواتباتهم بتحصل من الموازنة العامة المصرية وفي حوالي من 1.5 مليون حوالي تابعين للهيئات لكن الباقي المؤمن عليهم في القطاع الخاص والذين يعملون في القطاع الخاص بخلاف ذلك هم أكثر من ذلك بكثير بنصل إلى أكثر من 22 مليون حجم عمالة تابعة للقطاع الخاص وبالتالي القطاع الخاص هو حجما وعددا أكبر بكثير من القطاع الحكومي طيب اسمح لي قبل ما نكمل بس حوارنا نحن نتابع هذا العرض اللي بيتكلم عن أهم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 20-22 ترجمة نانسي قنقر مرة أخر أهلا بك دكتور عبد المنعم السيد ويعني شوفنا طبعا وتابعنا هذا العرض أنا عايزة بس يعني أتكلم عن أليات الحكومة لتعزيز الحياد التنفسي الأول يعني إيه حياد التنفسي؟ الحياد التنفسي المقصود بأن يكون هناك منافسة حققية داخل الأسواق المصرية ما فيش مقدرش أفرق بين هذه الشركة تابعة لشخص ما وهذه الشركة تابعة لشخص آخر أو لجهة معينة يكون هناك منافسة حققية يعني ما فرقش ما بين المعاملة الضربية والمعاملة المالية والمعاملة البنكية كافة المعاملات ما بين القطاع الخاص والشركات التابعة للقطاع الخاص وما بين الجهات والشركات التابعة للدولة المصرية الحياد التنفسي ده نقول عليه أساس للإقتصاد الناجح في أي دولة إذا ارتأت الدولة أن يكون هناك نجاح للإقتصاد هو أن يكون عليها الالتدام بما يطلق عليه حياد التنفسي يعني يكون هناك ده العدلة كده نقول العدلة عمياء أمام الجميع والناس كلها سواسية يبقى الجميع لديه نفس الفلسة في التنفس حتى المستثمر المصري والأجنبي ما ينفعش أدي ميزة لمستثمر أجنبي وابن البلد ما تدلوش نفس الميزة ولا العكس ولا العكس أنا محتاج أدي عشان يكون عنده سوق واضح ومحدد وصريح وفيه شفافية أنا النهار ده والله المشروع الفلاني أو القطاع الفلاني الزواعي ده النهار ده المنافسة فيه هتتم عن طريق وضع آليات معين الضوابط والآليات ده في كافة القطاعات أو في أي قطاع تكون لجميع سواسية بدون أي طفاقة وده اللي بتسعى ليه الدولة المصري في الوقت الحالي إن يكون هناك ابتعاد ليه الحكومة أو القطاع المؤسسي داخل الدولة بعيدا عن المشهد الاقتصادي تبتعد عنه قليلا ثم يزداد منافسة القطاع الخاص اللي هو الخاص المحلي والخاص الأجنبي ومن خلاله يكون هناك منفسة يبقى فيه حالة حركة اقتصادية داخل السوق المصري بدون أي تمييز بدون أن نميز مستثمر عن مستثمر إن ده مستثمر عربي لا ده مستثمر أجنبي لا ده مستثمر محلي لا أنا عايز يبقى وضع يعني أسس محددة لكافة التعاملات مع الجميع كافة دون أي تغيير طيب المؤتمر الاقتصادي يعني من ضمن المحاور اللي هي نقشها وهو سياسات وأليات الحكومة لتعزيز الحياة التنفسي إيه الأليات فعلا اللي هتتبعها الحكومة للوصول لده الأليات هيكون في رسم السياسة واضحة أولا الأليات في حاجتين واحد ابتعاد الحكومة وده ما تحدثنا عنه اللي هو وثيقة سياسات ملكات مصر وده هيكون ابتعاد الحكومة عن المشهد الاقتصادي لا وثيقة ملكات الدولة ملكات الدولة ابتعاد الحكومة عن المشهد الاقتصادي والخروج من المشروعات خلال 3 سنوات فيه كافير من القطاعات يمكن يصل إلى 79 قطاع ده مهم جدا خلال الفترة القادمة أيضا ده جزء الجزء الثاني أنه يكون هناك مجموعة من المزايا الحزم التحفيزية للمستثمرين دون تمييز دون تمييز مستثمر محلي عن مستثمر أجنبي أعتقد بشيئين دول هيكون هناك مجموعة من حركة استثمار جيدة لداخل مصر خلينا نقول أن مصر النهاردة مهيئة فعلا عندها الإمكانيات وعندها المزايا لتخليها نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي أنا عند الطاقة عند الأراضي عند الأراضي المرافقة عند مجمعات صناعية عند القوى الشرائية 104 مليون مواطن داخل الدولة المصرية عند اتفاقيات مع الدولة الإفريقية عند اتفاقيات مع الدولة العربية لأن أسترد وصدر بدون جماوك وبدون حواجز وبدون ضرائب وبالتالي أنا في وضع تنافسي جيد أنا محتاج فقط أن أعطي مزايا لكافة المستثمرين أعطي حوافز استثمارية أعطي إعفاءات ضغربية أقل سعر ضغربة أدعم المصدرين بدعم الصادرات بشكل جيد كل ده يدخل ضمن حيات تنافسي وابتعاد الدولة عن المشهد الاقتصادي كما أكد عليه دولة إيس الوزراء طيب من ضمن جهود تطويري يعني الإطار التنظيمي لمنظومة الحياد التنافسي هو إصدار استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 طيب دي تم تتشنها في يونيو 2022 وجاي في مقدمة آليات تنفيذها نقول دلوقتي إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية قولي بتشوف الخطوة دي إزاي وإزاي دا يعني بيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر الاستثمار الجيد لابد أن يكون هناك إلغاء لما يطلق عليه إنه تمييز في المنافسة ما بين أي شركات بعضها البعض وأيضا عدم وجود احتكار يعني عدم قيام بعض المنتجين أو المصنعين إنه يحتكوا سلعة معينة أو خدمة معينة دون غياء الاحتكار ضد المنافسة فإذن جهاز حماية المنافسة هدفه الأساسي إذا ارتقى أي احتكار لسلعة أي امتناع تجار أو مصنعين أو مزارعين لإنتاج سلعة معينة أو بيعها بسعر مغالفة أو بخلاف الحقيقة أو اتفاق على سعر مع بعض التجار بعضهم لما كبار التجار في بعض السلعة إنه يتفقوا على سعر معين كل دا يمثل حاجة ما يطلق عليه احتكار وبالتالي هذه الواثقة الهدف منها إن أنا أعزز المنافسة وشجع على المنافسة الشريفة وإن أنا أمتنع أو منع الناس أو منع التجار والمصنعين ومستثمرين من الاحتكار وده هدف أسمى بتسعى ليه أي دولة النهاردة عشان نحرك السوق داخل مصر وعشان يكون فيه حركة جيدة حركة بيع والشراء وحركة تداول وحجم استثمر النهاردة المستثمر حتى المحلي أو الأجنب هيأتي المصر ليه إنه هيلاقي استقار سياسي واقتصادي جيد هيلاقي أراضي وهيلاقي توافر في الخدمات الاقتصادية وده مهم جدا أيضا يلاقي سوء يقدر يتعامل معاه فيه منافسة شريفة فيه عدم موجود احتكار أو سياسات احتكارية موجودة فيه قوانين حامية فيه آلية حامية للمشاكل ويفضل المنازعات كل هذه العوامل تندرج ضمن إن أنا يكون عندي منافسة شريفة ومنافسة بعيدة عن الاحتكار بس أنا هنا ليه تعليق يريد يكون جهاز حماية الحماية المنافسة يكون عنده من الآليات ومن الضوابط ومن يعني إجراءات العقوبات التي يتم فرضها على من يحتكر سلعة معينة أو خدمة معينة دون غير يكون عنده آلية لتنفيذ عقاب شديد عليه عشان أسمح أن يكون السوء فيه حركة جيدة وأفضل مما هو عليه هل ده محتاج أي تعديل تشريعي؟ أه محتاج تعديلات تشريعي ده محتاج بقى تعديلات تشريعي في القانون الخاص بجهاز في القانون فيه يعني عقوبات موجودة لكن إحنا عايزين عقوبات أكتر ما ينفعش العقوبات تبقى فقط إن أنا أقول له ادفع مليون جنيه أو خمسة مليون جنيه فممكن هو يكون مكسبه خمسين مليون ومئة مليون لأ أنا عايزي يكون العقاب من جنس العمل إن أنا أعجبه مش أقول بالحبس لأنه لكن أنا أعجبه بإن أنا خليه يمتنع عن هذه السلعة أو يمتنع عن هذا هذا الاحتقار بطريقة ما بزيادة العقوبات المالية بمنعه من المنافسة في هذا المجال أو في هذا السلعة لمدة ستة الشهور يبقى أنا كل ده خدتها وضع ضوابط لي إن أنا يكون عندي إصدار ما يطلق عليه ذا الكتاب الأبيض أو كتاب الأسود لبعض التجاه والمصنعين اللي هم بيحتاجوا للسلعة وينتشر على مستوى الناس يبقى فيه عقاب اجتماعي ليه كمان أيضا طيب الأليات المناسبة لتمويل يعني المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل حكومة من أجل التعاون مع القطاع الخاص إيه الأليات يا دكتور؟ التمويل فكرة التمويل أيما إن أنا مساندة من الجهات اللي هي جهات التمويل زي البنوك وشركات التمويل للشركات أو المصانع الهدف منه أنه أزيد من حركة السيولة داخل هذه الشركة ويعني إعطاء فرصة لهذه الشركات أن يكون عندها الحصيلة المالية تستطيع أنها تشتري خط إنتاج تشتري أراضي تقوم ببناء مصنع تقوم بعملية استراد من الخارج لبعض المستلزمات والمكونات السلعية كل ده طيب ده بيأتي من إيه؟ أن يكون هناك مبادرات لعملية التمويل النهاردة الدولة بتسمح بأن يكون هناك تمويل في تشجيع خاصة فيه القطاع الصناعي القطاع الزراعي بشكل كبير جدا للمصدرين أن يتحصلوا على تمويلات كل ده بطريقة ما؟ عن طريق البنوك وعن طريق جهات التمويل المعنية في مصر أن يكون هناك زيادة في حجم التمويل أو كل بنك في مصر بيبقى فيه حاجة اسمها محفظة إيتمانية هذه المحفظة إيتمانية دي بيتحكم فيها أنه البنك المركزي بيعطي تعليماته أن يكون هذه المحفظة جزء منها ريتيل اللي هو تجاري وجزء منها مثلا موجه للإستثمار العقاوي وجزء منها موجه للقطاع والمشارعات التمويل المشارعات صغيرة والمتوسطة متانهات الصغر كلما زاد التمويل الذي يعطى من المحفظة الإيتمانية لكل بنك للمشارعات الصغيرة المتوسطة والمتانهات الصغر كل ده بيحرك الاقتصاد بشكل أفضل وده المطلوب خلال الفترة القادمة طيب توقعات حضرتك إيه يعني كنتائج إن شاء الله تنتج عن هذا المؤتمر الاقتصادي المهم أتمنى أتوقع بإذن الله أنه يكون المؤتمر ده يطلع بخارطة طريقة واضحة للحل المشاكل الخاصة والمعقاط اللي بتواجه المستثمرين سواء كانت فيه إجراءات وحزم تحفيزية للمستثمرين أتوقع أن يكون هناك مزايا لهم زي إعفاءات دربية تخفيز لسعر الدريبة صرف المستحقات الخاصة بدعم الصادرات بشكل جيد أيضا آلية واضحة ومحددة للترخيص وحصول المصانع على الترخيص في وقت زمن قصير أيضا تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مخفضة جدا أو بحق الاستغلال وبدون وجود أعباء مالية على المستثمرين أيضا تسهيل دخول الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية والمكونات السلعية من الخارج حل لمشكلة الأعلاف في مصر ومشاكل الزراعية والمكونات اللي بيتم استرادها من الخارج فتح المجال للاستثمار الجيد داخل مصر في مجال زراعة الأعلاف وبناء الصوامع الخاصة بها أتركع حلول كثيرة جدا وإيجاد أيضا وده المهم أن يكون الجهات الغير مصرفية زي البرصة المصرية يكون هناك وضع آلية لتحديث نظم البرصة المصرية وإنها تفتح أفاق جديدة لزيادة عدد الشركات المقايدة بها يكون عندنا شركات مسجلة جي دي آر يعني مسجلة في البرصة المصرية والبرصات العالمية عا يكون لدينا خطة لأطوحات جديدة تتم على أرض الواقع وتسهيل إجراءات القيد في البرصة المصرية وتحسين جودة المناخ داخل البرصة المصرية بشكل أفضل مما هو عليه أخيرا وسريعا جدا طيب أنا بس كنت أسأل حياتك سريعا توقعاتك إذا كل ده تم إن شاء الله يكون مردود إيه على الاستثمار في مصر مردود ديادة حجم الصدرات المصرية والوصول يعني لحلم المئة مليار خلال سنتين مردود إن يكون حركة اقتصاد جيدة داخل الدولة المصرية وأيضا إن حل المشاكل دي هيؤدي تخفيض التضخم بشكل كبير هيكون عندي حصيلة دولارية وإيجاد يعني بدلا من يعني الحصيلة الحالية منخفضة هيكون هناك حلول لها هيكون هناك تدعيم لقيمة الجنيه مقابل الدولار شكرا جزيلا لك دكتور عم منعم السيد مدير مركز القهرة للدرسات الاقتصادية